أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن شركة شيفرون تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول وتتوسع حاليا في عملياتها في مجال البحث والاستكشاف في مناطق امتيازها بمصر ومنطقة شرق المتوسط وخلال استقبال الملة رئيس شركة شيفرون العالمية شدد الملة على أن مصر تتولى أهمية قصوى لأنشطة التصنيع والبنية التحتية المتطورة ومن جانبه أكد رئيس الشركة أن الشركة تعتزم دخص تصمارات كبيرة في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف أو في مجال تصنيع الزيوت ووقود الصفن وتستهدف توسعة دائرة المستهلكين لمنتجاتها داخل وخارج مصر